السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ زوجتي لم تكلم أمي بسبب المشاكل العائلية ومش عارف أصلح بينهم هي يا أخواتي أعمل إيه أقول لك عندك حاجتين كده لطاف أول حاجة ببساطة خالص ما تركز أول مع مشاكلهم ليه؟ لأن مشاكلهم دي مش حقيقة؟ لا مشاكلهم حقيقة بس دي مشاكل ستات يعني ايه مشاكل ستات؟ يعني ده نوع من أنواع نقسم المرأة؟ لا أنت مش هتفهم كرجل هذه المشاكل إلا إذا رأيت أن المشاكل دي مشاكل امرأة مع امرأة الصورة اللي انت شايفها دي مشاكل أم مع بنتها غلط زوجتي بتتعامل مع والدتك على أنها امرأة مش على أنها أمها فاستغرابك أن زوجتك بتعمل أو بس بيقول لك زوجتي ما لها؟ ما بتكلمش أمي بسبب المشاكل؟ أيوة لأنه ممكن الستات يزعلوا مع بعض ويتخصموا وتقمسوا طول ما أنت شايف أن هي ما بتكلمش مامتها لا هي مش مامتها هي شايفها امرأة أخرى امرأة أخرى عندها أهدف أخرى ليه علاقتها بيك؟ هي أهدفها أن أنت تفضل جنبها وتفضل هي المفضلة عندك طب وده وتيعمل إيه في زوجتك؟ يحسسها بالتهديد والخوف رجالة لازم يفهموا ده طب معنى كده أن ده اللي بيحصل ده صح؟ لا بس أنا بفهمك أول الطريق للحل هو الفهم مش هده بتقول لي أعمل إيه؟ نفهم الأول العلاقة ما بين زوجتك وولدتك علاقة ما بين امرأتين مش أم وبنتها واضح؟ تقول لي مش أنا وزوجتي واحد لا أنت مش أنت وزوجتك واحد أنت وزوجتك اتنين يعني أنت وزوجتك اتنين هي امرأة لها نفسية وانت رجل لك نفسية أنت لك سايكولوجيا وهي لها سايكولوجيا فما تجيش أنت تحاسبها على أن إزاي بتعمل مع مامتها كده؟ لا إيه مش مامتها إيه مش شايفها مامتها بالمناسبة وهل ده معناها أن هي ما بتحبكش؟ لا طب هل ده معناها أن هي مش شايفة الحياة بشكل صحيح؟ لا هي شايفة أن دي امرأة أخرى عايزة تبقى هي الأولى الليها الأولوية في حياتك فيبقى هو ده الصراع تعمل إنت إيه بقى بعد ما فهمت القصة دي عدم فهمك للقصة بهذه الطريقة تحصل مشكلة طب دخولوا إخوتك على الخط بقى الإخوات بيدخولوا على الخط وخاصة أن البنات لما بيدخلوا على الخط بيبقوا عايزين يعملوا إيه؟ آه إحنا الأولى إحنا اللي تعبنا فيه هو أخونا اللي عاش معانا وإنت الغريبة كلام صحيح؟ تعمل إنت إيه بقى؟ ببساطة خالص تعطي لكل ذي حق حق لا تبالغ في معاملة والدتك وأخواتك عشان مرادك ترضى بالأمر الواقع مش هترضى بالأمر الواقع يبقى تعمل إيه؟ تحسن لزوجتك أول حاجة تحسن لزوجتك وتطيب خاطر والدتك وتقول لها أن بنامك حياتك محتاجك أن أنت تكون في البيت عشان الأولاد وعشان رعايتهم وتقول لها أن أنا محتاج أن أنا أرعى أولادي زي ما أنت بترعي أولادك وبترعينا وبتحبين وتخلي لولدتك وقت محدد غير مبالغ فيه بكده الأمور تهدأ وبعد ما الأمور تهدأ تبتدي عملية الإصلاح بينهم تبتدي عملية الإصلاح بينهم إيه؟ على وطع مش مضطرب تنقل كلام حلو من زوجتك لو والدتك ومن والدتك لزوجتك وده يكون في ميزان حسناتك لأن أنت بتصلح ذات البين بينهم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده بركة ونور عليك إحنا يا سادة تكلمنا النهاردة عن معنى من معاني تحصيل الأمان في حياتنا وإن إحنا نحاول بقدر الإمكان ننشط غدة الرجولة والشهامة والجدعانة بإن إحنا نحمي بعض ونحمي مجتمعنا من كل الزواهر السلبية اللي ممكن تؤثر على إحساسنا بمدد الله سبحانه وتعالى خليكم عايشين بالمعاني اللي توصلكم إلى أوسع الأبواب للدخول على الله الرجولة من أوسع الأبواب اللي تدخلوا بيها على الله لإني الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه تعالوا أن نكون صادقين في ما عادنا الله عليه إن إحنا نحفظ أعراضنا ونحفظ مجتمعنا من كرد الظواهر السلبية وسعيدها أندوق حلاوة مدد ربنا وتنتشر البركة في المجتمع ونبقى في نور حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا رب جمعنا على حضرة النبي بإن إحنا نكون أمان لبعضنا في كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من الآمنين المؤمنين ترجمة نانسي قنقر